السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد رجل من اكاديمية بي برو تريدر والتحليل الاسبوع للبورصة القطرية من يوم 11 ابريل حتى يوم 15 ابريل طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير يا رب هنبتدي اول حاجة بتحليل المؤشر العام للبورصة القطرية ونشوف حصل ايه خلال تدولات الاسبوع الماضي اخر تلات ايام في تدولات الاسبوع الماضي شفنا صعود ممتاز جدا ليوم الثلاثة والاربع والخميس وده خلى الاغلاق الاسبوعي معنا يكون اغلاق اكتر من ممتاز زي ما حضراتكم شايفين والاسبوع اللي قبله كمان كان اسبوع ممتاز جدا فاحنا بالنسبة لنا دلوقتي على الفريم اليومي المفروض ان السعر وصل لمستوى مقاومة قوي اللي هو عند العشر تلاف خمسمية تمانية وتلاتين السعر طبعا او المؤشر اغلاق اعلى السعر ده عند العشر تلاف خمسمية واحد واربعين يعني اعلى منه بحوالي تلات نقط ودلوقتي السعر هيأكد معنا استمرار الصعود او الهبوط مرة اخرى بداية من الاسبوع القدم ان شاء الله ليه لان احنا عندنا المنطقة دي او النقطة دي نقطة مقاومة قوية يعني نقطة المكاومة القوية دي من العشر تلاف خمسمية واحد وتلاتين ممكن نقول للعشر تلاف آآ خمسمية وستين تمام فلو اه مع بداية تدولات الاسبوع القادم ان شاء الله حصل اختراق للعشر تلاف خمسمية آآ سبعة وستين بالزبط يعني خلينا نحط الخط على السبعة وستين بالزبط اهو خمسمية سبعة وستين لو تم اختراق النقطة دي هنستكمل بازن الله الصعود لحد العشر تلاف ستمية خمسة وخمسين وبعد العشر تلاف ستمية خمسة وخمسين هيكون الطريق فاضي جدا عشان المؤشر يروح للعشرة تمنمية وستين للعشرة تسعمية تسعة وستين بازن الله ده بالنسبة للمؤشر العام للسوق القطري طيب خلينا نشوف السهم كيو الام سهم كيو الام طلع تاني السهم اعلى مستويات الخمسة ريال ولكن انا دلوقتي برضو يعني انا مش ابتدي اشتري فيه تاني دلوقتي هو عمل ضرب معنا وقف الخسارة الاسبوع الماضي فانا هستنى منطقة كويسة اشتري منها المنطقة الكويسة بتاعتي فين ان هو ينزل للاربعة سبعين للاربعة خمسة وخمسين وابتدي اشتري منها مرة الا ان المنطقة دي هي المنطقة المسؤولة عن الكمة الاخيرة دي فلو السعر وصل لها للمنطقة دي وبدأ يديني برايس اكشن زي برايس اكشن ده هتكون فرصة ممتازة جدا ان احنا نشتري سهم آآ كيو الام بازن الله طيب نشوف البنك التجاري البنك التجاري برضو لحزة واحدة بس بيعمل تحميل البيانات ادي البنك التجاري البنك التجاري معايا بعد ما كان قفل يوم الخام يوم الاربع الماضي عند مستويات الخمسة ريار وكان فاضله اتنين درهم ويوصل معانا الهدف الاخير بتاعنا نزل وفتح يوم الخميس على فجوة هبطة يعني فتح على فجوة هبطة عند الاربع خمسة وستين الاربع خمسة وستين او الاربع سبعين وطلع اغلق عند الاربع تسعين ولكن احنا برضو معانا الاغلاق الاسبوعي الاغلاق اسبوع ممتاز جدا وحلو جدا وبيقول انه لسه عندنا استكمال للصعود ان شاء الله وايحقق الهدف الاخير بتاعنا عند الاربع ريال عند الخمسة ريال واثنين درهم او احنا عندنا من الخمسة ريال واثنين درهم المفروض منطقة العرض بتاعتنا من الخمسة ريال واثنين درهم للخمسة ريال وعشرة درهم تقريبا اهو يعني بالزبط هنا اهو من خمسة ريال الواتنين درهم للخمسة ريال وعشرة درهم. دي المنطقة العرض بتاعتنا اللي هنبتدي ممكن نشوف احتمال هبوط منها في حالة ظهور اي اشارات انعكاسة على الفريم اليومي. ده بالنسبة للسهم البنك التجالي. طيب نشوف سهم دلالة. اي دي سهم دلالة. سهم دلالة طبعا. الاغلاج بتاعه بقاله اكتر من اسبوع متزبزب عند المنطقة دي. اتوقع ان احنا هنشوف اه انطلاقه يعني هو قاعد بيجمع. ولسه انا قلت الكلام ده كزا مرة. وقلنا ان احنا عندنا هنا نموذج مسلس. نموذج المسلس ازاي تم اختراقه. المفروض بعد ما يتم اختراقه نشوف صعود بقوة. ولكن هو لسه هنا بيجمع. بيجمع عشان يبتدي يسعد بقوة. طيب نبص على الاغلاق بتاعه الاسبوعي. اه الاغلاق الاسبوعي. اهو الاسف الشارت مأخر. ده الا اه لا ده الاغلاق الاسبوعي بتاعه. الاغلاق الاسبوعي بتاعه لحد ما برضو كويس. ليه? لان احنا عندنا هنا الاسبوع اللي هو نهاية شهر آآ مارس كان عندنا شامعة ابتلعية. وقلنا الشامعة الابتلعية دي من اهم نمازج شايفين بلع تلات اسابيع تلات اسابيع اهو قابلية. يعني الاسبوع واحد بس عمل ابتلع لتلات اسابيع. تمام? ولو بصين على اغلاق شهر تلاتة برضو هنلاقي ان اغلاق كويس. اهو اغلاق شهر تلاتة. اه اغلاق شهر تلاتة كان اغلاق كويس الى حد ما. فاحنا عندنا هنا الشهر على على الاسبوعي ابتلع. تمام? المفروض بعد ما بيحصل الابتلع الشرائي ده. بيحصل ايه? السهم بينزل يصحح لنص الشمعة دي. تمام? ده يعني بنسبة تمانين في المية دايما بيحصل. بينزل يصحح لنص الشمعة. احنا لو حطينا لو شفنا الشمعة دي مسلا طولها قديق حوالي نقول تسعة ونص في المية. صححت يعني لتلاتة وهي بدأت تطلع من اول خمسين في المية بالزبط. يعني صححت للنص او اقل اكتر من النص بشوية وبعدين بدأت تطلع. فعشان كده انا متفائل في سهم دلالة لان احنا عندنا نموذج ابتلع الشرائي وعندنا كمان اختراق لنموذج المسلس الهابط. فعشان كده انا شايف ان اللي بيحصل ده على سهم دلالة ما هو الا تجميع وهنشوف صعود ليه ان شاء الله بقوة سهم دلالة. طيب نشوف انماء. انماء برضو بدأت ترتد مرة تانية يوم الخميس. والاغلاق بتاعها يوم الخميس كان اغلاق ممتاز. نتوقع ان شاء الله ان هي ترجع ترتفع تاني. المنطقة دي كل ما بينزل لها بيعمل كمة جديدة. نزل هنا طير عمل كمة. نزل هنا تاني عمل كمة جديدة. فان شاء الله نتوقع ان شاء الله نشوف الصعود على سهم انماء خلال الفترة القادمة. بالنسبة للبنك الخليجي. البنك الخليجي لسه زي ما هو. مش قادر يختارك الاتنين ريال واربعتاشر درام فما فيش فرصة عليه. بنك الريان. بنك الريان طلع زي ما توقعنا يوم التلات الماضي. طلع الحمد لله وصل معنا للاربعة سبعة وعشرين. كده احنا منتظرين ان هو يختارك الاربعة ريال وتلاتين درام عشان يستكمل الصعود. لو ما اختاركش الاربعة ريال وتلاتين درام ممكن نشوف تصحيح تاني وهبوط تاني على سهم البنك الريان. بالنسبة للاجارة. الاجارة صعدت معنا للواحد ستة وعشرين زي ما توقعنا. واتوقع ان شاء الله ان هو يستمر في الصعود. احنا عندنا هو قفل عند الواحد ستة وعشرين. نشوف الاغلاق الاسبوعي بتاعه والاغلاق الاسبوعي بتاعه لحد ما كويس جدا. فشايف ان احنا ممكن نشوف صعود للواحد تمانية وعشرين والواحد تلاتين تسعين. وفي حالة اختراقكم نوصل للواحد تسعة وتلاتين تلاتين ان شاء الله. طيب نشوف البنك اه بنك كاتر الاول وبنك كاتر الاول طبعا الحمدلله الناس اللي معنا في التوصيات احنا اشترينا من اه اعتقد من هنا الواحد سبعة وتمانين. احنا ممكن نبص على التوصيات احنا اشترينا من تحت عموما وطلع معنا السهم جاب معنا اتنين في المية تقريبا. فاقل من خمس دقايق تقريبا او أقل من عشر دقايق. جبنا منه حوالي اتنين في المية او اكتر كمان. يعني طلع معنا وبعدين نزل تاني. ولكن الاغلاق بتاعه برضو اغلاق مميز. شايفين الاغلاق بتاعه اغلاق ابتلاعي بلع كم شمعة بليه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة ايام. يعني شمعة واحدة بلعت شموع بتاع ستة ايام قبل كده. فعشان كده البنك كطر الاول كان ممتاز جدا في الشراء واحنا اخدناه من لما كان تحت عند الواحد ستة وتمانين او الواحد سبعة وتمانين. وطلع معنا الحمد لله فعشان كده وانا برضو متوقع او ما زلت متمسك به انه هو لسه هيوصل للهدف التاني اللي هو عند الواحد تلاتة وتسعين تسعين. ودي مش دعوة ان حد يشتري احنا مشتريين من تحت. اللي هيدخل من هنا يدخل على مسئوليته الشخصية وانا مليش علاقة بيه. تمام? اللي بيدخل بيدخل على مسئوليته الشخصية. طيب بالنسبة نشوف بس التوصية. اه دي التوصية بتاعتنا كانت من اه كام اهو من الواحد سبعة وتمانين بالزبط. الحمد لله اشترينا من الواحد سبعة وتمانين كان الشرط لسه اهو. يعني بصوا الشرط كان فين? وبعد انطلع معنا الحمد لله. ده بالنسبة لسهم قطر الاول. طيب خلينا نشوف المصرف سهم المصرف عندي. قلنا باستقراره اعلى الستاشر اتنين وتلاتين. ده بيدفع معنا السهم مرة اخرى للسعود. وفعلا اهو سعد معنا تاني يوم الاربع ويوم الخميس. وطلع معنا لحد الستاشر تسعة وخمسين. انا متوقع ان هو برضو باستقراره اعلى الستاشر اه اه اتنين وتلاتين. احنا عندنا دي كلها كده منطقة اعرض. اهي. يعني من ستاشر اتنين وتلاتين للستاشر اه اربعة واربعين. باستقرار السعر اعلى المنطقة دي كلها كده. هنشوف ارتفاع ممكن للسبعتاشر ريال ان شاء الله. ومن السبعتاشر ريال نوصل للسبعتاشر خمسة وتلاتين للسبعتاشر سبعين. كل ما يختارك منطقة او نقطة مكاومة يوصل للنقطة اللي بعدها. بس طبعا لازم اغلاق واستقرار اعلى. طيب. نشوف البنك الدولي. البنك الدولي برضو هو واقف عند نقطة دعم. عند التمانية واحد وستين. التمانية واحد وستين دي قبل كده كانت نقطة مكاومة وبعد ما تم اختراقها. نزل وعمل عادة اختوار لها. وطلع عمل كمة جديدة لحد مستويات التسعة ريال اتنين وخمسين درهم. وتحولت حصل عملية تبادل للادوار. تحولت من نقطة دعم. من نقطة مكاومة لنقطة دعم. وايا هنا مزالت نقطة دعم عندنا شايفين برضو لما نزل ليها هنا عمل لفوق جامد ازاي. فانا شايف ان البنك الدولي طالما مستقر اعلى تمانية ريال واحد وستسين درهم. ممكن نشوف ليه صعود ان شاء الله خلال الفترة القادمة. وكمان اعلى الترند الصاعد ده. فده يعني مؤشر كويس ان السهم لسه في اتجاه صاعد. بالنسبة الكيو ان بي كيو ان بي برضو عنده دعم هنا عند السبعتاشر واحد وسبعين. وتكلمنا عليه يوم التلاتة لو تفتكروا. وان السهم طالما اعلى السبعتاشر واحد وسبعين هنشوف ليه صعود. وفعلا نصعد معانا. وممكن برضو يعني انا متوقع ان كيو ان بي يبقى متزبز بالفترة اللي جاي لحد لما يوصل هنا. برضو هيبقى عند التمنتاشر واحد وسبعين. عند السبعتاشر واحد وسبعين عفوا. تماما يفضل متزبز بالحد لما يوصل هنا. وبعدين يدينا وبعدين نشوف جامد لفوق. نشوف كطر وعمان. كطر وعمان بالرغم من الصعود اللي عملوا اول اه تلات ايام او اول اه تلات ايام في الاسبوع نزل اخر يومين وهبط. اه ولكن انا شايف برضو ان كطر وعمان لسه يعني مجاش وقت الصعود الجامد بتاعه. لان هو يعني انا شايف انه لازم ينزل عند الاربعة وتمانين. يعني بنسبة مثلا خمسة وتمانين في المية لازم ينزل عند الاربعة وتمانين عشرة للتمانين سبعين. المنطقة دي لان المنطقة دي هي المسؤولة عن الكمام اللي هو بيعملها. نزل هنا وعمل كمة جديدة ونزل هنا تاني وتلع فممكن نشوف نزول هنا مرة تانية وبعدين صعود تاني لسام كطر وعمان. هو الاغلاق الاسبوعي بتاعه كويس جدا طبعا يعني اغلاق ايجابي. ولكن انا يعني بفضل طبعا انه هو ينزل آآ لحد الاربعة وتمانين. لحزة واحدة كده سبعة وتمانين تمانين. اه تمام. انا بفضل ان هو ينزل للاربعة وتمانين عشرة ويديني منها وبعدين اطلع معايا تاني. نشوف اعمال اعمال برضو الحمد لله كسبان معانا ومستمرين فيه. آآ لما اشترينا من الخمسة وتسعين تقريبا الناس قاعدت تقول لي اشترينا ليه والسهم هابط ومش هابط والكلام ده كله. ولكن الحمد الله السهم كسبان معانا ومحقق ربح معانا ومستمرين فيه ان شاء الله. آآ اتوقع ان هو يختار يطلع يختارك المنطقة دي مرة تانية ويوصل للواحد رياله ستة درهم. وممكن كمان نشوف الواحد رياله وتلاتاشر درهم. الخليج الدولية الخليج الدولية برضو الحمد لله اخيرا انصعدت معانا واختركت مستويات منطقة العرض اللي عند الواحد اتنين وخمسين خمسين للواحد اربعة وخمسين تسعين. واختركت منطقة العرض دي اهيه واغلاكت عليها. واحنا شارعين طبعا من الواحد تسعة واربعين. والحمد لله يعني احنا شارعين من الواحد تسعة واربعين اربعين تقريبا محقق معانا تقريبا دلوقتي اربعة ونص في المية. ومستمرين معا ان شاء الله والسهم الممتاز وهيوصل للواحد تلاتة وستين تسعين كمستهدف اول وفي حالة اختراقها نوصل للواحد سبعة وستين والسبعة وسبعين كمان ان شاء الله استثمار الكبضة استثمار الكبضة حققت بالفعل نموذج الهارمونيك اللي قلنا عليه عليه يوم الثلاث طلع معانا وبدأ يقف هنا يوم الاربع جي يوم الخميس بسبب كان فيه خبر نزل عليه يوم الاربع بالليل يوم الخميس طلع واخترك مستويات الواحد ريال وطلع عند الواحد ريال وخمسة درهم دلوقتي سهم استثمار فأعلى مستويات في تاريخه سهم استثمار في الكمة التاريخية بتاعته من 2017 طبعا يعني عشان محدش بس ايه يفضل يقول انت مش عارف ايه والناس اللي بتفضل تصداد في الماء العكرة دي تمام او من 2017 او هو موصلتش للكمة دي فدي بالنسبة لي كمة تاريخية لسهم استثمار تمام وطبعا يعني حتى لو ايه يعني انا مش هشتري فيه دلوقتي خالص برضو يعني انا برضو عند موقفي ما زلت سابت عند موقفي ان انا مش هشتري فيه ليه لان احنا في كمة لما بنبقى في كمة حتى لو ضفنا مؤشر مسلا زي مؤشر مؤشر الماك دي مسلا او احنا اا اا اوفر بوت يعني احنا هنا في منطقة الاوفر بوت اللي هي التشبع الشرائي او مؤشر مسلا الاستوكاستيك برضو اهو مؤشر الاستوكاستيك هيوضح اكتر اهو احنا هنا يعني اعتبر في منطقة التشبع فانا يعني مش بخوف حد ولا بقول لحد بيع اللي هيبيع يبيع او اللي هيشتري يشتري كل واحد اا اللي رايحه يعمله انا يعني انا مش هدي توصيات في فيديو تاني عشان بحدش ايه عشان بصراحة فيه ناس بيبقى الموضوع خسارة فيها انا ببقى نقاسف يعني عالكلمة بس فعلا فيه ناس ما تستهلش ان احنا نديها توصيات اا مجاني لان هما يعني التوصيات طبعا كله عارف ان هي اا بتبقى ممكن تكسب وممكن تخسر محدش يعني دامن حاجة السوق احنا في سوق ايه يعني احنا في سوق بورصة مش اااا مش احنا مش يعني مش حاجة مضمونة مية في المية اي خبر ممكن يطلع السماء اي خبر ممكن ينزل السهل لكن الناس عايزة تاخد الحاجة اكي انها كلام من عند ربنا وتكسب بيه خلاص بس طبعا ما فيش كده فعشان كده انا مش هنزل توصية تاني في فيديو واكتفي بالجروب بتاعنا بس والتحليل طبعا يبقى زي ما انا قلت بالنسبة لسهم استثمار انا مش هشتري فيه دلوقتي خالص لان السهم خلاص يعني في كمته التاريخية الا بقى لو نزل تصحح شوية هبتدي افكر ان احنا هندخل تاني لان اتجاه عندنا اتجاه صعب ده بالنسبة لسهم استثمار طيب بالنسبة لمجمع المناعي مجمع المناعي بدأ يصعد يوم الاربع ونزل يوم الخميس برضو يعني بعد ما عمل شامعة ابتلعية يوم الاربع من منطقة طلب كويسة جدا هنا او نقطة دعم كويسة بدأ ينزل يوم الخميس يصحح لمنتصف الشامعة الابتلعية دي نبص على الاسبوعي ونشوف الاغلاق بتاعه اعتقد هيكون سلبي الاغلاق سلبي فعلا ولكن مجمع المناعي خلاص يعني انا شايف ان احنا في مجمع المناعي زي ما قلنا قبل كده وعند آآ رأيي ان انا مش ابتدي افكر فيه تاني غير لو اخترك الاربع ريال وتلاتين درهم اغلاق عليها معنى كده ان احنا رايحين لمستويات جديدة ان شاء الله بالنسبة لسهم مسعيد سهم مسعيد برضو مازال في الاتجاه بتاعنا الحمد لله وكسبان معانا ومستمر معاه ونفس التحليل اللي قلنا عليه قبل كده ممكن نشوف ارتفاع لحد الواحد ستة وتسعين ولكن السهم بطيء جدا وعايز سيولا سهم كامكو سهم كامكو الحمد لله قفلنا او بيعنا الباقي كمية اللي كانت باقي معانا الواحد سبعة وتلاتين تقريبا او الواحد ستة وتلاتين الاسبوع الماضي يعني على ربح حوالي خمستاشر ونص في المية الحمد لله ارتفع بعدها حوالي اتنين في المية او تلاتة في المية ولكن احنا الحمد لله اكتفينا بالربح اللي معانا وانا شايف ان السهم كامكو هيوصل ممكن الواحد ستة واربعين ومن الواحد ستة واربعين ممكن نشوف بداية تصحيح وبعدين استكمال للارتفاع ان شاء الله بالنسبة لسهم كامكو بالنسبة لسهم المستثمرين سهم المستثمرين برضو بعنا الكمية اللي بقية معانا لان احنا عندنا هنا يوم الأربع بدأ بدأنا نشوف عليه هبوط قوي طيب ليه هبوط قوي? لان احنا عندنا اصلا دي منطقة بيع اللي اتنين تمنتاشر لاتنين تسعة وعشرين اتكلمنا ان دي نقطة مكاومة من منطقة بيع اهو شايفين السعر هنا كان وصل برضو نفس الكلام وبدأ ينزل. تمام? او كان اقل شوية من هنا هنا النقطة دي هي. كان طالع بقوة وبدأ ينزل اهو وبعدين نزل عمل آآ تصحيح لحد هنا برضو المنطقة نفس المنطقة. يعني شايفين لما نزل من النقطة دي لاتنين تسعة وعشرين. يعني كان قريبة منها وبعدين بدأ ينزل لحد الاتنين ريال واربعة درهم الاتنين ريال وتمانية درهم وبدأ يصعد تاني. فعشان كده انا هستنى من المنطقة دي وهستنى من هنا. ولو نزل هنا ممكن تكون فرصة تانية ان شاء الله. بالنسبة لسهم التحويلية سهم التحويلية برضو السهم كويس جدا ومستمر فيه ان شاء الله شايف ان هو لسا ليه اهداف كويسها خاصة بعد اختراق نموذج القناة السعرية الهبطة. بالنسبة لسهم الاسمنت سهم الاسمنت برضو. الحمد لله حق معنا الهدف الاول بمجموعة ربحة اربعة ونص في المية تقريبا واكتر. ومستمرين برضو معنا ان شاء الله لحد الخمسة واحد وستين. مخازن مفيش جديد ونقلات برضو. نشوف الملاحة. الملاحة نفس الكلام لسه في نفس المنطقة اللي بيجمع فيها عند السبعة اه تمانية وخمسين. فان شاء الله يعني الملاحة برضو ليه صعود بس يطلع برا نطاق التزبزب اللي هو فيه ده. بالنسبة سهم بروة. سهم بروة برضو صعد معنا صعود كويس جدا يوم. قبل محلة سهم بروة عندنا هنا بصوا مؤشر قطاع العقارات. مؤشر قطاع العقارات ممتاز جدا جدا جدا. تمام? طيب هتقول لي ليه حللت مؤشر قطاع العقارات. فاكرين. فاكرين لما قلت لكم. فاكرين لما قلت لكم نتمسك بازدان. ده واحد. ازدان قلنا نتمسك بيها ومحدش يبيع. هنشوف ازدان بعد شوية عملت ايه يوم الاربعة والخميس. تمام? قلت سهم بروة هنتمسك بيه. سهم بروة لسه ما بدأش الحركة بتاعته. وقلت برضو ان كل سهم وليه وقته. كل سهم بياخد الوقت بتاعه في التجميع او التصريف. وبعدين بيصعد تاني او بيعمل الحركة بتاعه. تمام? فما حدش يستعجل على سهم. كل سهم هيجي وليه وقته. ما فيش سهم بيفضل طالع على طول. وما فيش سهم بيفضل نازل على طول. تمام? فمؤشر قطاع العقارات اللي كان مخليني متمسك بازدان وبروة ومزايا والحاجات دي كلها ان المؤشر عندي هنا اهو كان ماشي في قناة سعرية اه هبطة وهنا عمل كسر كاذب بعد الكسر اتقول لي عرفت مني ان هنا كسر كاذب لان الكسر هنا لما حصل نزل عند دعم كان فيه دعم قريب منه جدا فكنت متوقع ان هو نازل اصلا يختبر الدعم ده وبعدين يسعد تاني وفعلا نزل اختبر الدعم بالزبط وطلع تاني طلع تاني لحد العلوي وبعدين اخترك ونزل عمل قد اختبار وبوش ابل فوق فعشان كده اه قطاع العقارات يعني انا كنت متمسك بالاسهم اللي فيه وشايف ان هو لسه قطاع العقارات ان شاء الله لسه لي استمرار للصعود يعني مسلا ممكن نقول للالف تسعمائة وستين ده كمستهدف اول بس وباختراكه والاغلاق عليه ممكن نشوف الالفين سبعة وتلاتين ان شاء الله تمام نبص بقى على بروة بروة هي بدأت تسعد معانا برضو اخر تلات ايام واتوقع الاغلاق الاسبوعي بتاعها هيكون يعني ولا ايجابي قوي ولا سلبي قوي ولكن هو كويس برضو نفس نموذج الشامعة اللي ابتلاعية تمام اللي قلناها على سهم اعتقد سهم دلالة تمام نفس نموذج الشامعة اللي ابتلاعية نزل تصحح لنص الشامعة وبدأ يطلع تاني فعشان كده انا شايف ان احنا هنشوف على سهم بروة خلال الفترة اللي جاية طيب نشوف ازدان ازدان اهي بصوا ازدان نفس يعني بص الشارت ده بتاع ازدان وبص الشارت بتاع اه مؤشر القطاع العقارنت يعني اعتبر اللي اتنين زي بعض اهو تمام اخترق سهم ازدان الواحد خمسة وسبعين سبعين واخترق نموذج القناة السعرية الهبطة ومتوقع ان سهم ازدان بازن الله يوصل للواحد تلاتة وتمانين تسعين وبعد الواحد تلاتة وتمانين تسعين نوصل للواحد تمانية وتسعين تمانين ان شاء الله بس طبعا يعني الواحد تلاتة وتمانين يعني عندنا للواحد تمانية وتمانين دي منطقة بيع. فلو اختراكها ان شاء الله المنطقة دي. هنشوف ارتفاع للواحد تمانية وتسعين. وممكن نشوف الاتنين ريال تلاتة وتلاتين درهم على سهم ازدان. بالنسبة المزايا. مزايا برضو الحمد لله. الله ملك الحمد يا رب اشتريناها يوم الخميس. والحمد لله صعدت معانا وارتفعت معانا بقوة. ومتوقعين برضو ان هو يستمر في الارتفاع. هنا لما نزل قصر القناة السعرية الهبطة. كنت متوقع برضو ان ده كسر كاذب. لان هو كان فيه نقطة دعم او منطقة طلب قريبة. ونازل يعمل لها عادة اختبار. منطقة الطلب دي بصوا عملت ايه? طلع هنا. تمام? نزل. عمل قاع. وبعد اعمل ارتكاز على القناة. وبعدين طير عمل قمة هنا. نزل تاني عمل قمة جديدة. نزل مرة تالتة. وسعد ببرايس اكشن ممتاز. فعشان كده سهم مزايا قطر الاغلاق بتاع عيوم الخميس اغلاق كويس جدا ومتمسكين به ان شاء الله. ومتوقع يوصل للواحد تمانية وعشرين اربعين. وفي حالة اختراقها نوصل للواحد تلاتين تمانين واحد اتنين وتلاتين سبعين. ثم الواحد اربعة وتلاتين تلاتين. المتحدة للتنمية. المتحدة للتنمية برضو الحمد لله صعدت معانا. وكنا متمسكين بيها لحد اخر لحظة. دلوقتي المتحدة للتنمية وصلت للواحد تلاتة وستين خمسين. عندها نقطة مقاومة عند الواحد تلاتة وستين سبعين. لو اختراقتها ان شاء الله نوصل للمنطقة اللي بعدها ونقطة اللي بعدها اللي هي الواحد تسعة وستين تسعين. وبعدين ممكن نوصل للواحد تمانين ان شاء الله. نشوف الخليج التكافلي. الخليج التكافلي الاغلاق بتاعه على الاسبوع اغلاق وحش جدا. اهو. يعني انا منتظر ان هو يصحح على الاقل للحد التلاتة ريال وخمسة درهم. ومن التلاتة ريال وخمسة درهم ممكن افكر فيه في الشراء مرة تانية. لكن دلوقتي اه لا. يعني استهم التحركات بتاعته والتزبزب بتاعه عالي جدا ووحش جدا. بالنسبة لقطر للتأمين. قطر للتأمين يعني كويسة الى حد ما ولكن برضو متزبزبة. يعني التزبزب فيها عالي فقطر للتأمين مش هدخل فيها غير بفرصة تكون يعني بالنسبة لشبه مؤكدة بنسبة خمسة وتسعين في المية. بالنسبة ليه اريده سهم اريده الحمد لله سهم اريده وكان حد علق على الفيديو اللي فات وقعد يقول لي انت بتقول على سهم اريده سهم اريده ارتفع ومعرفش ايه ولكن سهم اريده وصل اهو للمنطقة دي اللي احنا قلنا كانت منطقة طلب واصبحت منطقة عرض وبدأ يرتد منها اهو فلازم لازم عشان نشتري في اريده واخترك السبعة اربعة وخمسين سبعين ويغلق اعلى. لازم اغلاق اعلى السبعة اربعة وخمسين سبعين عشان نستكمل الصعود ان شاء الله. بالنسبة لفودافون كتر فودافون كتر برضو نفس الكلام وصلت للواحد تمانية وتمانين ونص للواحد اربعة وتسعين تسعين وبدأت تدي اشارات عكاس وبدأت تهبط. اتوقع ان نشوف تصحيح لحد الواحد تلاتة وسبعين تمانين للواحد سبعين دي منطقة طلب كويسة ومنطقة طلب لسه هنشوف السعر اول لما يوصل هيعمل معا ايه لو بدأ يدي اشارة كويسة تكون فرصة للدخول. بالنسبة لبلدنا بلدنا برضو لسه يعني ناس كتير سألتني وقالت لي التدولات بتاعته والتدولات النهاردة عليها اه كانت يوم الخميس حوالي سبعتاشر مليون سبعتاشر مليون وسبعمائة الف ولكن انا برضو يعني بص طيب خليك معايا كده وبشوف واحدة واحدة. هنا لما لما طلع حجم التدولات بتاعه كان كام اتنين وعشرين مليون ومتين تلاتة وسبعين الف اهو. تمام? اتنين وعشرين مليون او في الحجم في الجدول اللي بيزهر اهو اتنين وعشرين مليون متين تلاتة وسبعين الف. بعدها حصل ايه? سعود ضعيف وبعدين هبوط. بعدها نفس الكلام. ارجع تاني شوية هنا اهو. تمام? الحجم كان كام? اربعة وعشرين مليون ربعمية واثنين الف. بعدها حصل ايه? خبوط. فسهم بلدنا? لا. يعني سهم بلدنا يريد ما حدش يستعجل عليه. هيدي فرص بس ما حدش يستعجل عليه. تمام? نشوف الرعاية. الرعاية هبطت. اه وممكن اه يعني اه قفلت تاني تحت منطقة العرض دي. تمام? بعد ما كانت منطقة طلب تحولت تاني منطقة عرض. فممكن نشوف هبوط لحد المنطقة اللي ما بين التسعة ريال ووحد اشر درام للتمانية اربعة وتسعين. والمنطقة دي ممكن نشوف منها ارتفاع مرة تانية ان شاء الله. الميرا سام الميرا قدر يغلق يوم الخميس الماضي اعلى التسعة عشر تمانية واربعين. شوف اغلاق الاسبوعي. الاغلاق الاسبوعي لحد ما كويس جدا. ولكن اللي مخوفني الشمعة بتاع الاسبوع اللي قبله. الشمعة بتاع الاسبوع اللي بس ما علينا احنا ممكن يعني نشوف تصحيح. ممكن نشوف تصحيح لمنتصف الشمعة او آآ يطلع يسد الجاب. عندنا هنا فجوة. اهي. ما تسدتش. آآ لحد لحد مستويات العشرين تسعين. فممكن نشوف صعود العشرين ستين للعشرين تسعين. كعملية التصحيح. وبعدين نشوف هلها هيعمل هي? هلها يختارك الواحد وعشرين خمسين ويكمل ولا يبتدي يهبط مرة تانية. نشوف الطبية. الطبية برضو ارتفعت معنا يوم الخميس. والاغلاق بتاعها الاسبوعي. اطاقع يكون اغلاق كويس. اغلاق كويس جدا. اغلاق الاسبوعي. احنا شفنا افتتاح على فجوة هبطة الاسبوع الماضي. آآ واغلاق اغلاق كويس جدا. واتاقع ان احنا نشوف ارتفاع الاسبوع ده. السهم بدأ يرتفع الاسبوع الماضي من الدعم اللي عند الاتنين ريال واحد وسبعين درهم. وتاقع استمرار الصعود ان شاء الله على سهم الطبية. طيب. السلام. السلام حقق معنا الهدف الحمد لله. آآ عند التلاتة وسبعين ستين. وآآ فلنا عند التلاتة آآ عند الآآ فلنا اعتقد عند التلاتة وسبعين ستين او اعلى شوية. وآآ تاقع ان هو يعني دلوقتي برضو فيه نقطة مقاومة عند الخمسة وسبعين ستين. الخمسة وسبعين ستين نقطة مقاومة قوية. تمام? اهو نرجع الوراء شوية كده. اه دي الخمسة وسبعين ستين. بصوا اهو. اهي هنا عند الخمسة وسبعين ستين دي نقطة مقاومة قوية. السهم بدأ يرتدي منها من الخمسة وسبعين ستين نزل لحد الواحد وعشرين. فاحنا يعني ناخد حزرنا اللي معاي يخفف كميات شوية لحد لما يختارك الخمسة وسبعين ستين وبعدين يبتدي يزود تاني براهن. لحد الاتنين وتمانين اربعين. تمام? نشوف ودام. سام ودام. سام ودام هنا آآ برضو يعني وصل لنقطة الدعم عند الخمسة ريال وستين درهم وبدأ يرتد منها شوية. ولكن لسه ما فيش اشارة واضحة عشان نشتري على سام ودام. زاد. سام زاد نزل للواحد للخمستاشر اتنين وتلاتين. وبدأ ارتد منها شوية ولكن سام زاد برضو مستمر في الهبوط واغلق تحت نقطة آآ دعم كانت نقطة دعم قوية ولكن كسرها فممكن نشوف السمرار لحد الاربعتاشر اربعة وخمسين او الاربعتاشر ريال وواحد درهم. وبكده اكون انتهيت من الفيديو التحليل اسبوعي. اتمنى اكون افدتكم. وشكرا لكم والسلام عليكم.